نظم بالدار البيضاء حفل تخرج الفوج الأول من مركز الفرصة الثانية الجيل الجديد الحسن بعين الشق برسم الموسم الدراسي 2022-2023. هذا المركز يستقبل 147 أشابا وشابا من التلاميذ المنقطعين عن الدراسة وغير المتمدرسين ويمنح فرصة العودة إلى صفوف الدراسة عبر تكوين المزدوج يجمع بين البيداغوجي والمهني والحرفي. الأصل للتفاقية الشاركة هو 60 مستفيد ومستفيدة ولكن طلب فاق هذا العدد وصلنا 147 هنا تدخلت عود مبادرة الوطنية التنمية البشرية مشكورة لتكفلات بهذا الباقي لهذه الوليدات. فاق ما بين ما ستتكفل به المديرية الإقليمية هو 60 مستفيد إلى غاية 147 تنميذ. فرصة اليوم أننا نعود ونحطوه هذه الولادة في الطريق الصحيح. تشرف جمعية ملتقى بلاد للمواطنة على تسهير هذا المركز في إطار أجراءة بنود اتفاقية الشراكة التي تجمع الجمعية بكل من الأكاديمية والمديرية الإقليمية بعين الشق وذلك بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. اليوم شهدنا حفل تخرج الدفع الأولى لمركز الفرصة التنية للحزنة بعين الشق. اليشرف عليه السيد والي جيال طابرة أستات عامي عامل طابرة وسيد عامي عاملات مقاطعة الشق وسيد مدير الأكاديمية الجاوية. الهدف من هذا الحفل هو أن نتوج سنة دراسية التي تستخدم فيها 147 تنميذ وتنميذة التي توزع على خمسة شعب وليستبدو من خلال تكون مزدوجة تكون أكاديمي ومهاني. وليمكن نحفل تخرج الدفع الأولى للمكز نموذجة ورابع عاملات مقاطعة عن الشق. تميز الحفل بتقديم عرض شامل عن المعطيات المتعلقة بالمركز وزيارة مختلف فضاءاته فيما تم توزيع معدات العمل ورخص الصياقة على المستفيدات والمستفيدين من المركز بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.